السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم معنا أخوتي في هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو سأتكرمه أقوى تشكلة المنطخب الوطني المغربي وهي احتياطية لأن منتخب الوطني المغربي عنده تشكلة أساسية خطيرة جدا وتشكلة احتياطية خطيرة كذلك الآن سأشاهدوا تشكلة احتياطية من المنطخب الوطني المغربي أعجبهم أقوى التشكلات التي كانت في إفريقيا تشكلة الأولى تشكلة الثانية مع منتخبات إفريقيا يمكن أن نفوز بها بسهولة على منتخبات إفريقيا ويمكن أن نفوز بها بكأس إفريقيا لحسب الجودة الكبيرة لللاعب احنا أعطينا تشكلة الآن نعطيها في هذا الفيديو تشكلة احتياطية منتخب الوطني المغربي تشكلة الأساسية ويبدوها بإسم بإسم ولكن سأشاهدوا في حراسات المرمى الحارس البطول السعودية مولا المحمدي هذا الحارس الثاني للمنتخب الوطني المغربي وهو كالحارس الأول قبل ياسين بونو الآن نتحول أنه جاء الحارس الحتياطي لياسين بونو إذا مولا المحمدي بأجوال الحراس لكينا عند المنتخب الوطني المغربي حارس قديم هو مع المنتخب المغربي حارس قديم هو مع المنتخب الوطني المغربي إذا متتولى عملنا في الحراسات لكينا تكون ثقة كبيرة عنها لا يوجد شيء صعوب في حراسات المغربي ويغيب ياسين بونو زعمه هناك جاود اليابيق 30 سنة لبلد الوالي الإسباني بدوره كبادي الناغي في كأس العالم ومدخل في عدة مقابلات أعطانا صراحة الأمان في الدفاع خاصة في لقاء برجيقى والبرتغال بان على مستويات كبيرة صراحة إن جاود الياميق كنت أظن أنا أو إلا غيب الساعة لا أكريد لا يوجد مشكلة كبيرة بحضور لعب جاود الياميق وهناك كذلك أمامه أشرف داري لعب بريس الفرنسي كذلك مدافع ليق وخاء المستوى المتقلب بين ناجح ويطلع ويهود ولكن الشناف مقابلة الشيلي للودية الذي يدر في إسبانيا بان على مستوى جيد جدا وكان بغياب أكريد كان بان على مستوى كبير وذلك تاربوز ديال الشهر كان در شوتنبر إذا أشرف داري من اللعب المهم كذلك في المنتخب الوطني نمشينا الضال الأيمان مع جبره أشرف حاكمي بل نجبره احتياطي نصر المزراوي اللي من أفضل أظهره في العالم لعب باير منيخ الأرماني إذا بدوره نصر المزراوي من أفضل أظهره اللي كيني في العالم الآن ممكن يعود بسهولة كبيرة أشرف حاكمي إذا نصر المزراوي من المدافع صراحة اللي ما عندنا ما نقول عليه صراحة وعال بزاف وانا مشينا بالظاهر الآيصر على جبره لاعب الويداد البيضاوي يحيى عطيات الله يحيى عطيات الله هذا مستوى كبير صراحة في المنطقة القطر اللي كان بادي ناجح صراحة والصابر كذلك يحيى عطيات الله اللاعب الآن المهم جدا في المنطقة الوطنية المغربي وهو نتاج البطولة الوطنية بطولة الوطنية قطينا مواهب كبيرة صراحة قطينا اللاعبين المزيرين هناك ارتكاز يحيى جبران لاعب الويداد البيضاوي هذا اللاعب اللي لا تنادش اللاعب حسما رصوركين كان متوجد في كأس العالم اللاعب بعدات مقابلة كحتياته إذا جبران كذلك تجربة كبيرة مع الويداد البيضاوي في إفريقيا وهو فائز بعصبت الأبطل في الموسم اللي فائدوا الموسم كذلك الويداد تأهلت متصدرة الربع النهائي الآلة من المجموعة إلى الربع النهائية لعصبت الأبطل من أكبر مرشحي للفوز نحن نعرف القرآن يوم ونحن نعرف القرآن ونحن نعرف القرآن ونحن نعرف القرآن هناك بلا الخنس 18 سنة لعب بطولة البرجيجية نحن نعرف كأساسي في ثلاث مقابلة مع المنتخب الوطني المغربي اللقاء كرواطيا و اللقاء البرازيل والبرازيل والبيرو مبانا على مستوى جيد جدا لاعب 18 سنة بدك المستوى الكبير مع المنقلوا عليه صراحة اللاعب وعب الزو ومع بلا الخنس حتياتي في المنتخب الوطني هناك تشعر أنك عندك واحد المنتخب الكبير ونحن نعرف لعب ساندوريا الإيطالي كذلك لاعب احتياتي المنتخب الوطني ونحن نعرف مقابلة البرازيل كيف يدخل وعطت طيقة المنتخب الوطني وشجر الهدف غالي الذي يجعلنا نفوزه البرازيل المتصنف واحد في العالم وقدرنا نفوزه بحسة هدفين مقابل هدف واحد وكنا نفوزه بهدف إلا الخطأ الفادح ياسين بونو في كرة كاسيميرو لاعب منششتر يونيتد اللي مرة الأخرى يتلقى مع بعضهم بونو وكاسيميرو في أوروباليك في ربع النهائي هناك الزاكرية بخلاء لاعب تولوز الفرنسي هذا لاعب جيد صراحة كان حتياتي من الأفضل حتياتيين كذلك مننتخب في كأس العالم شجر الهدف أمان برجيغا فالتربوس المرش لعب كأساسي ضد البيرو أداء متوسط ولكن يبقى حتياتي منتاج جدا بخلاء يقدر يعطيك بالسفر الحلول هناك كثيرا تصابت الزلزل اللي لعب أساسونا الإسباني بقي معتش لكشي اللي كانت متاضره ولكن اللاعب في حال هذا الصغار فقط عنده 21 سنة ممكن تتنمنه في أي مقابلة شي حاجة اللي ما كانت متاضرهاش بتاتا أنه يعمل لأن هذه اللاعب تكون إسباني كانت موهبة كبيرة عند عبدالصامد السلزولي فقط الوقت نحن 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 مستوى جيد وهناك في رأس الحرب العبار الإيطالي وهو وليتشديرا وليتشديرا عبدالحاميد الصابير هذه أول بصمة جميلة جدا في المنتخب الوطني وكان لحد الهدف مقابلة ودية فستعدادا كأس العالم أحمد عشقر كانت مقابلة فقط في ملعب تداريب إذن هذه تشكيلة النموذجية وهي احتياطية للمنتخب الوطني المغربي في مواجهة الجامعة وصدق هذه تشكيلة الاحتياطية